السلام عليكم ورحبكم معي من جديد ووصفة جديدة ان شاء الله نتمنى تكونوا باخر والاخر وتكونوا كلكم صحة جيدة نتمنى يدخل عليكم العيد بصحة والسلامة وبقاء المتمنيات يا ربي وصفتنا اليوم سيكونوا رغيفات معسلين ومورقين على شكل وريضة بحشوة اللي كتجيل ديدة بزت نتمنى التحضير نتمنى التحضير نتمنى تعجبكم وصفة اليوم تبع الفيديو الاخر وفرجة ممتعة نحتاج 4 كقوس 1.5 عنب 1.5 عنب 1.5 عنقى صغيرة 1.5 كيس 1.5 كيس 1.5 عنقى صيد 2.5 عنقى صندوق 1.5 عنقى صندوق 1.5 عنقى صغيرة 1.9 عنقى الصغيرة 1.5 عنقى صغيرة 2.5 عنقى صندوق 2.0 عنقى صالح انا pounding سوف نقوم بمكونات بطريقة هذه حتى نحصل على العجينة التي تكون متماسكة وفي نفس الوقت العجينة التي تكون مرتبة ضروري أن تدركها قليلا لكي تحصل على العجينة التي تكون ملسابة من بعد نأخذ العجينة نقسمها على 4 قطعة كل قطعة نشكلها على شكل كورا نجدها جانبا و نأخذها بلاستيكة نجدها ترتاح قريبا نصف ساعة و بعد نكمل باقي المراحل هنا نأخذ كمية من النشاء كما رأيت معي تغطيت فيها هذه القريسة أو العجينة و نبدأ نسرحها و لا تسرحها ضروري أن تسرحوا النشاء هنا العجينة تسرحها و ترجع رقيقة كما يبدو في الفيديو يعني تسرحها كما يبدو سلح العمل و نأخذ قطعة أخرى و نسرحها بنفس الطريقة و نعمرها بالنشاء و من بعد نضعها فوق العجينة الأولى و نستمرها حتى نكملها على القطعة التي لديها يعني كل قطعة التي تأخذها تجعلها كمية للنشاء و تسرحها جيدا حتى ترجع رقيقة كما يبدو سطح العمل و من بعد نضعها فوق القطعة الأولى التي تسرحتها و نسرحها و هذه هي آخر قطعة و نسرحها بنفس طريقة و من بعد نضعها فوق القطعة الثلاثة التي تسرحت قبل و نستمرها و ستصبح قطعة و نضع العجينة بشكل حرب نقطع لكم كيف يجب التوراق بين فصل العجينة نضيف العجينة جانبا نضيف الحشوة نحتاج 100 جرام القرقاء ومن بعد نقطع القطاع صغيرة نضيف 100 جرام جبن ويجب أن تستخدم الجبن ويمكن من جبن ممكن من فضلك كيري أو فلادلفيا يمكنك الإختيار فقط إذا كانت أخرى يجب أن تضيف المكسرة ويمكنون مكسرة ويمكنون مكسرة ويمكنون مكسرة ويمكنون من خلال المكسرة نقطع هذا الحراب يجب حساب سنتيم ويجب أن تقطعه نضيف زبدة كمية الزيت تكون قليلة كثير من الزيت كمية ركفتني وشطلية من الزيت 100 جرام الزيت و 50 جرام الزيت كمية الزيت تقدروا قليل من الزيت نأخذ القطاع ونسرحه بطريقة نرقق الجناب ونجعله الزيت نضع حشوة ونصدرها نضع كمية قليلة كمية قليلة نضع حشوة ونصد نضع حشوة الدهن قبل ان تطاقل الان قبل ان نضع حشوة الدهن ونقوم بحضر النخطي من الجزء ونقوم بحضر الخروج نحضر بقية الطريقة نحضر تقليطة القليطة نقوم بقية حشوة نضيف كيميائي قليلة و نستخدمها تجمع العجينة من فوق لأن العجينة مجموعة من فوق تجمع العجينة من فوق تجمع العجينة من فوق نستمر حتى نكمل القطاع ثم نريكم الطريقة للطهي أنظر وضع الغائفات لنضغط الغائفات مرة أخرى لن يجعل الفران لن يجعلون غلط قد يفعل فران فكان الفران على عمر 200 درجة زيار يجعل الفران من الأول حتى يجعل الفرن جيد نحسب 10 دقائق و نقص من الجهة الفرن سوف ندهن الخليط كما سوف ندهن ندهن الفرن مدة 10 دقائق و ندهن الخليط و ندهن الخليط ثم ندهن الخليط علي المرضى أعبد الغريط ندهن الخليط دمزد الخليط ندهن المرضى سأدخل البلد الحياة البلد ومن ثم أدخل البلد الصغير كان أدخل البلد حول الكبيرة ومن ثم أخصص المفادي سيزور في البلد المصر بلد المصر ملده علينا كبير نستخدمهم في طبق التقديم و نستخدمهم بصحة و راحة بالنسبة للسؤال التي قمت بها هي الطريقة للتخزين هذه الرغيفة نستخدمهم في بوطة التي تكون محكمة للغرق و تدخلهم المجمد تدخلهم مدة طويلة لكي يبقى لديكم مقرمشين و كي يبقى وزوانين وصلنا لآخر الفيديو نتمنى تعجبكم وصفة اليوم لا تنسوا لايك الفيديو و دعوا ليتعليقاتكم نتمنى أن يدخل عليكم العيد بصحة و السلامة و كل ما تمنته يا ربي اشترككم بركة و الى فيديو قادم شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة